التوحد بيعتبر اضطراب بيؤثر على تطور الدماغ والتفاعل الاجتماعي والاتصال بشكل مباشر مع الآخرين أو مع الأشخاص المصابين المهم جدا جدا أننا نفهم علامات وأعراض هذا الاضطراب اللي بيؤثر على الأطفال وعلى الأشخاص بصفة عامة عشان يكون سهل بعد كده التعامل الطبي والنفسي المبكر مع مصابي التوحد يمكن عشان كده احنا النهاردة حنتكلم عن الأعراض اللي بتظهر على الطفل المصاب بالتوحد هل مرض التوحد أو مرضى التوحد عندهم مهارات عقلية كبيرة إزاي قدر أستخدم المهارات العقلية دي في أن يكون عندي طفل ناضج فكريا وكمان عاطفيا ونفسيا خلينا نرحب بضفتنا اللي من وراء النهاردة في الستوديو الدكتورة هانا غنيم استشاري صحة النفسية ودمج وتعديل السلوك أهلا وسهلا يا دكتورة من وراءة أهلا وسهلا بيك شكرا احنا بندردش مع بعض قبل ما نبتدي الحلقة حضرتك قلتلنا إحنا كنا متخينين إحنا حنقول اضطراب عصبي حضرتك قلتلنا لا لا خالص ده اضطراب نمائي صحيح يعني إيه الاضطراب النمائي إحنا كنا متخينين التوحد ده حاجة عصبي واضح إن حضرتك عندك لا تخلتاني قبل بقى ما نتكلم عن أعراضه وكل التفاصيل صحيح عرفينا كليس عشان بس نتفق أولا أولا شكرا على الاستدافة ده أول حاجة الحاجة الثانية إنه عشان نتفق بس أوكي التوحد بشكل عام إلى الآن لا يوجد سبب معروف ومتفق عليه ما بين العلماء على مستوى العالم ولا يوجد علاج متفق عليه فدي يعني شيء أساسي التوحد هو اضطراب في النمو إنه إحنا عندنا معايير معينة متعارفة عليها من نمو الطفل الطبيعي لكن بيحدث خلل بسبب النقلات العصبية أو بسبب الجينات أو بسبب عوامل بيئية مختلفة بسبب عدم معرفة السبب الحقيقي إلى الآن بيحصل خلل في النمو الطبيعي عند الطفل في عدة جوانب سواء في النمو اللغوي في النمو العاطفي في النمو التواصل الاجتماعي مع البيئة اللي حواليها فلو حناخد التوحد حنربط التوحد ما بين التواصل الاجتماعي والعاطفي بشكل أساسي من الأعراض الأساسية اللي بتظهر عند الأطفال يعني هو التعبير العلمي الأدق نقول اضطراب نمائي وليس اضطراب عصبي كلمة العصبي دي علميا بالصحية نمائي هي الأصحة والأدق علمية طب حسأل حضرتك السؤال المهم جدا الأعراض يعني فيه أعراض في اللغة بالعاطفة بغيره أنا إزاي أكتشف هذه الأعراض وهو طبعا مصاب التوحد بيبقى في سنة مبكرة يعني بشكل كبير إيه هي أبرز العلمات والأعراض اللي تقول إن هذا الطفل مصاب بالتوحد طيب لو حنرجع لكلامنا في الأول إحنا بنقول إنه هو اتراف في النمو بيظهر من خلال التواصل الاجتماعي فأول أعراض بتظهر التواصل البصري 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 دايما بنلاحظ إنه الأطفال اللي بيكون عندهم أو بنبدأ نقول عندهم توحد التواصل البصري عندهم بيبقى يا إما ضعيف يا إما معدوم ده بحسب التصنيف بتاع حالة الطفل أول شيء التواصل البصري ثانيا عدم التواصل بشكل طبيعي أنا ما نندهله على اسمه ما يردش علينا التفاعل مع الآخرين بيبقى بسيط قوي يعني أنا مثلا لما أدحك ما يدينيش ردة فعل مع التعبير ما بين الضحك ما بين أني أنا بلعب معاه أو ما فيش تفاعل بشكل طبيعي اللغة ما قدرش أقول إن هي بتبقى بينة في المراحل الصغيرة والمبكرة ولكن خلينا أقول ولي الأمر الواعي الأسرة اللي حقيقي كين وعندها وعي وعندها فهم لهذه السمات بتبدأ تلاحظ إن الطفل كلماته مش واضحة جمله مش واضحة الاسترسال في التواصل مع الآخرين مش سليم فدي أكتر وأهم أعراض بتبدأ بالنسبة لطفل التوحد حضرتك بتتكلمي عن الوعين المتابعين خلينا نتفق إن إحنا شرائح اجتماعية مختلفة وثقافية مختلفة خلينا نقول حاجة كده سهلة الناس في البيت بينصحوا بعض لما يلاقوا فيه العثمة ولا تأخر في الكلام ولكن نزيل حضانة خليه يحتكب أطفال ما علشان طول الوقت محدش بيكلمه علشان قاعد بيتفرج على التليفزيون حال دي حاجات فعلا ممكن تساعد الطفل إن هو يكتسب بمهارات لغوية وكمان إن هو يبقى عنده مخزون يقدر يستخدمه رايح جاي مش يبقى بس متلقي وبيخزن الكلمات فقط لغير شوفي يا حضرتك لمستي جزء يعني حساس جدا وخطير جدا هي الفكرة إنه مش إنه يروح المكان الفكرة آلية يعني التواصل وتحقيق الأهداف في المكان يعني هاول حديك هالحاجة هاديك بتقولي إنه ينزل حضانة مفيش مشكلة بالفعل وجوده وإدمجه وإنخراطه مع الأطفال أكيد رح يكون عامل مؤثر ولكن مين اللي بيرائب ده مين اللي بلاحظ ده مين اللي بتفاعل مع ده لأنه إحنا عادة بنقول إنه هو ملوش علاج ده أكيد وده شيء متعرف عليه ولكن التدخل مبكر مهم جدا بآليات صحيحة وبآليات مكثفة مع ناس متخصصة وده شيء خليني يعني من من المكان ده أقول إنه كل مكان في تواصل اجتماعي في الفترة الحالية ومع تطور الزمن دلوقتي وزهور التوحد بشكل أعلى لابد أن يكون متخصص في المكان فأنا عندي عنصرين مهمين جدا بيأثروا في تطور طفل التوحد وتقدمه أول حاجة وعي الأسرة وفهمها لطبيعة الحالة وبسرعة تدخل المبكر بالإضافة إلى وجود متخصصين في الأماكن اللي بتحقق الدمج سواء مدرسة سواء أن الطفل بيروح في مراكز معينة في بعض الأحيان اسمحوا لي في بعض المراكز المتخصصين فيها بيتعاملوا بآليات غير مجزية بالنسبة للأطفال فإحنا لازم نتأكد أن الشخص اللي بيتفاعل مع طفلي وبيقدم له الخدمة لازم يكون متخصص في الموضوع حالتك بتتعاملي وكأن احنا اكتشفنا وأقرينا أن الطفل متوحد أنا بتكلم في البداية خالص لسه وإحنا بنكدب نفسنا مش عارفين الناس لما بتقول إنزلي الحضانة حالتك بتقول إن ده ممكن يفرق التواصل بس هل ده بيفرق دايما في حالات بالإجاب ولا ممكن الطفل بيلاقي الناس حواليه بتتعامل معاه وهو مش عارف يتواصل فهيبتد يتقوقع جوا نفسه أكتري بالسلب مش بالإجاب ما أنا هقول لحضرتك هو حضرتك بتقول إن هو هينزل الاكتشاف المبكر عمره ما بيكون من خلال وجوده في البيت لوحده ما هنا يعني أنا لي بقول وجود متخصص يعني اسمحي لي وجود المتخصص أكيد بيحطنا على المصاري الصحيح في البداية لكن عدم وجود المتخصص بيدي فرصة لناس كتير جدا إن هي تدي افتراضات وتدي اقتراحات بالعكس قد تؤذي الطفل ويدخله في مجال الصحيح فأنا وجود المتخصص أساسا بيساعد بشكل كبير جدا على إن أنا أكتشف حقيقة الأمر الاكتشاف عمره ما بيكون من خلال العيادة بس والطبيب عشان نكون برضو إيه نحط الأمور في السياقها الصحيح اللي بيخليني أشخص التوحد ثلاث عناصر مهمين جدا طبعا أول حاجة الأسرة وإن الأم بتلاحظ أنه فيه اختلاف ما بين لو هي عندها أطفال قبل كده هتلاحظ الفرق والاختلاف لو ما عندهاش أطفال وهي عندها وعي هتبدأ تلاحظ حاجات مختلفة طيب هي طبعا مش هتشخص بس هي مجرد أنها بتحس أنه فيه حاجة مختلفة أنا عشان ما أدخلش طفلي في دكتور وي وي يعني من الفترة الأولى زي ما حديك تفضلتي طيب ما أنا أنزله مع أقرانه اللي هم من نفس الفئة العمرية اللي هو فيها وأبدأ ألاحظ من خلال المتخصص اللي احنا بنقول يكون موجود في المكان وأبدأ أقول هل فعلا ابني محتاج يروح لطبيب مخو أعصب أو طبيب نفسي أطفال لأنه هم دول أكتر اتنين اللي بيدون النصيحة الطبية السليمة والصحيحة من هنا بقى هتبدأ مراحل التأكيد على أن طفلي فعلا داخل في مشكلة التوحد أو مرض التوحد وأبدأ أشوف ما هي البرامج اللي هبدأ أتفاعل معها وهو فين وفي أي مرحلة وتصنيفه فين بالزرعة دكتور هلأ فرصة أن حضرتك معنا على الهوى نصحح بعض المفاهيم في الثقافة المجتمع عن مرض التوحد لأنه للأسف الشديد بعض الناس بينظروا إلى هذا المرض كأنه وصب تعر وكأنه شيء يعني فيه انتقاص أو غيره برغم أننا عندنا نماذج كتيرة جدا عندهم قدرات عقلية قوية جدا بطولات في الرياضة وبطولات كتيرة إزاي هنا أصحح بعض المفاهيم دي وإزاي أستفيد من القدرة العقلية اللي بتبقى موجودة عند المصاب بالتوحد طيب هو حضرتك لو حتتكلم في الجزء ده يبقى إحنا علشان نتكلم بشكل أفضل أنه كل أطفالي اللي عندهم مشاكل معينة أو إعاقات معينة كلهم عندهم قدرات ومهارات علشان نتفق على هذا الشيء مش معنى أني أنا طفلي عنده مشكلة معينة سواء ذهنية أو سواء نفسية أو عصبية أو مهارية يبقى أنا طفلي مفروض أن أنا أعزله فإحنا كل فئات الأطفال زويل همم احتياجات خاصة عندهم قدرات خاصة نعم عندهم قدرات خاصة ده دفنت لي ده شيء مؤكد ولكن بشكل مختلف على فكرة أحيانا بنلاقي بعض المهارات عند الأطفال مش موجودة عندنا إحنا أو بعض الأطفال أسواء لو حنيجي على التوحد التوحد أنا زي ما قلت حدك في الأول هو اضطراب نمائي فبالتالي يبقى أنا الطفل يا إما هو حسب تصنيفات التوحد يا إما هو عنده زكاء عالي جدا ولكن هو محتاج بعض البرامج التدخلية اللي هتخليني أنمي مهاراته التواصل في الجانب الاجتماعي وده بينفعنا في إيه يعني إحنا لو قلنا على طفل التوحد أول حاجة لو هو من الأطفال القادرين على تحصيل حصيلة لغوية أو الاكتساب حصيلة لغوية كويسة جدا يبقى مع التدريب المبكر هيبدأ يتواصل لغويا مع الفئات أو مع الأشخاص اللي حوله في المجتمع فبالتالي هو كده زهنيا ما عنده مشكلة أبدا كل اللي محتاجه أنه هو محتاج برنامج تخاطب ولغة وأنا بأكد على التصنيف قدير التخاطب ولغة حد متخصص يشتغل معاه جدا حد متخصص طيب هل نكتفي بالمتخصص؟ لا لإني أنا لو يعني بالضبط كده زي ما يقول حدرك روحتها عند الدكتور وكتب لك روشيته حداك ما اشتريتش الدواء أو جبت الدواء ما دقتش تاخده فأنا لما بروح عند المتخصص هو بيحط الخطوط العريضة اللي بيحتاجها الطفل علشان يبدأ يتفاعل مين اللي بيفعل يا فندم؟ اللي بيفعل لو أنا في حضانة المدرس اللي بيفعل الأم والأب اللي في البيت اللي بيفعل كمان الناس اللي موجودة في الشارع فبالتالي لازم يكون في خط تواصل ما بين الأخصائي وما بين بالحد الأدنى المدرسة والأم يبقى أنا هنا على الأقل عملت حلقة صحيحة لتنمية مهارات طفلي في الجانب اللغوي طيب في الجانب الاجتماعي في الجانب الاجتماعي عنصر السلوك بيبقى هنا مؤثر بشكل كبير جدا هو بيكون انعزالي بدرجات مختلفة يا إما الطفل بيبدأ ينطوي على نفسه فأنا لازم أطلعه من الانطواء وده من خلال إيه؟ من خلال بعض التوجيهات السلوكية ببرنامج سلوكي كمان البرنامج السلوكي ده من خلال متخصص كمان بنرجع للمتخصصين ولكن المتخصصين غير كافيين لتنمية مهارات الطفل لازم يتواصل مع الأسرة مع المدرسة مع النادي لازم مسلس مهم جدا المحيط اللي بي مسلس مهم جدا لا يتوقع ولي الأمر أنه طفله حي تطور بدون تفعيل كل ما هو موجه من المتخصصين في المجتمع فمعنى ذلك أنه لو حضرتك بتقول هو عنده مهارات فعلا ده شيء لا يختلف عليه أحد هو عنده قدرات ولكن كيفية تنفيذ أو تفعيل أو إسقاط هذه المهارات ده من خلال أنه ينفذ في المجتمع لو المجتمع ما تعاونش ما ينتظرش أنه هو يلاقي طفل زي ما تفضلت الأستاذة وقالت أنه نستفيد من قدراته العقلية هستفيد بينها إزاي وأنا مش بنفذ فالمجتمع لازم يدرك تماما أهميته هو في أنه هو ينفذ توجيهات المختصين إحنا في البيت نتعامل إزاي؟ إحنا مؤخرا بعد عرض مسلسل حالة خاصة الناس كلها بقت يعني بتتابع وتشوف وتدور في محركات البحث المختلفة عن تفاصيل للتوحد أو الإصابة بالتوحد البيت بيبقى عايز يمكن كنا نتكلم في أول حلقة عن قلة الوعي مؤخرا بقى فيه وعي جدا بالموضوع ده فساعات بتلاقي الناس متحمسة جدا عايزة يتضغط عليه رياضة حفظ القرآن رسم تشتيته في أكتر من حاجة بجانب الدراسة لأن إحنا عارفين طبعا أن الطفل التوحدي بيقدر يدمج في المدرسة بمفيش عندنا مشكلة في التحصيل ده بيشتته وده بيحسسه بعدم الأمان وبيحسسه بالتوتر ولا ده ممكن يعني أحسس أي طفل عادي أصلا بالتوتر أنه يبقى مشتت ما بين أكتر والله حضرتك بتسيري نقاط ساخنة جدا جدا في تربية الأطفال بشكل عام بغض النظر على أنت أحد الوعي الوحده مش كفاية في حاجة اسمها القبول قبل الوعي حضرتك لو قبلتي القبول بمعنى إيه ليس القبول بمعنى الشفقة إطلاقا وليس القبول بإن أنا إيه يعني أهو موجود معايا وبأكلوا وبشربوا القبول بي كإنسان عنده مشكلة معينة محتاجة للتدخل لو أنا قبلت طفلي قبلت التلميذ ده كمعلم مش كمدرس عشان نصنف برضو وقبلت الطفل في المجتمع ده 50% على فكرة من العلاج بعد كده بيبدأ الوعي الوعي ده نتيجة إيه نتيجة البحث ونتيجة التعرف على المشكلة وثالث حاجة مهمة جدا أني أنا أتواصل مع الأخصائيين زي ما قلت طيب طفل بتاعة التوحد علشان يندمج نقطة الدمج مهمة جدا جدا علشان يندمج برضو مش قصة أن أنا أدخله مدرسة وسجله وسيبه لا لازم بتعمله برنامج تهيئة في الأول لازم أشوف هل عناصر الدمج متوفرة من خلال بعض الخصص بعض الخطط أو المخصصة أو يعني ليهم هم مخصوص هل موجودة ولا هم بروح المدرسة يعني عزل كمان ليهم هم يعني حاجة بتطبق على مختلف الأطفال اللي عندهم توحد أو دو طيف توحدي ولا ليه هو البرنامج بيبقى مخصص لكل شخص كاستمايز على كل طفل يا فندم هو إنسان هو بشر هل بصمة حضرتك زي بصمتي استحالة أسفي جملة حد كنتي ليهم هم فأنا عايزة أعرف فيه أساسيات بيتم التعامل لا 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 وما أعني بليهم هم أنا أعني أنه هم أكيد محتاجين شيء خاص ويندرج هم كل واحد لواحده بالزبط مختلف لأنه أنا ممكن يكون طفلة عندي غير ناطق فأنا محتاج أني أنا أشغل ببرنامج مختلف حد عنده مشكلة في التجاه التاني غير بس المشكلة اللغوية ده يخلني أسأل حضرتك هل إحنا عندنا المتخصصين المؤهلين إن هم يتعاملوا مع النوعيات المختلفة من مصابي التوحد لأنه فيه مشكلة قد تكون في اللغة في المشاعر في التوصل الاجتماعي في غيره عندنا الكوادر المؤهلة بشكل علمي فيما يتعلق بتعديل السلوح أكيد مصر دولة غنية جدا 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 بالكوادر البشرية على أعلى مستوى وموجودين موجودين كتير جدا جدا ده شيء لا يخفى على أي أحد ولكن خليني أرجع أقول لحضرتك إنه إحنا عندنا المشكلة إنه الأخصائي بيشتغل لوحده والطبيب بيشتغل لوحده والمدرسة بيشتغل لوحده ما ينقصنا هو التواصل هقول لحضرتك مثال بسيط كده برنامج أو تعديل السلوك أو البرنامج السلوكي كيف لي أن أعدل السلوك في غرفة وأربع جدران السلوك ده تفاعل اجتماعي وحيط اجتماعي بالضبط فمن أين لي أن أفعل برنامج سلوكي داخل سيشن أو جلسة هذا شيء مش مقبول يعني بالمنطق فالطبيعي إنه الأخصائي بيتعرف على المشكلة ويد الإستراتيجيات ويفعل هذه الإستراتيجيات بالمشاركة مع المدرسة ومشاركة بولي الأمر لو حضرتك مثلا هنقول حاجة بسيطة جدا أنا من وجهة نظري إنه المفروض الأخصائي أول خطوة يعملها يروح المنزل ويشوف الطفل ده عايش إزاي ويشوف الطفل ده بيتفاعل مع مين ويشوف الطفل ده ما أقرب شيء له علشان يقدر يتفاعل في المجتمع ومن هنا يبدأ يحط الخطة وبعد ما يحط الخطة يبدأ يشوف النتائج إن شاء الله نتائج تكون مبشرة لكل الناس إن شاء الله دايما ربنا يعني يكون مع الناس اللي بتكتهد وبتشتغل على نفسها وعلى ولادها بحيث إنه يبقى الأفضل دايما جاي مصري فيها مكان لكل المصريين وكل واحد باختلافه عن التاني برضو له مكان وموجود كل شكرا ليكي دكتورة هالا غنيم استشاري صحة ونفسية ودمج وتعديل السلوك نورتين شكرا جزيلا شكرا جزيلا استفدنا جدا من حضورك ومعلوماتك ويعني كلام مهم جدا شكرا ليكي وصباح الخير عليك يا فهي